اهلا بكم الى العالم هذا المساء نراشا قنديل هذه العنوين بيانات متناقضة حول مصاري المواجهات في محيط عفرين وموسكو ترى ان لفرنسا اهدافا اخرى من دعوة مجلس الامن الدولي لعقد جلسة حول سوريا ما طبيعة المعارك التي تخوضها القوات الكردية في مواجهة الجيش التركي والفصائل المتحالفة معه وهل تنجح فرنسا في فرض نفسها لاعبا على الساحة السورية نحن في قوات سوريا الديمقراطية على قناعة كاملة بانه ما كان للدولة التركية ان تتجرد على قصف قرانا ومدننا وارتكاب المجازر بحق اطفالنا الا لان روسيا الاتحادية قد تنصرت من انتزاماتها الاخلافية هنس يؤكد في الكنسة على نقل السفارة الامريكية الى القدس قبل نهاية العام المقبل وعباس يطالب من بروكسل الاتحاد الاوروبي بالاعتراف بالدولة الفلسطينية مع كل التقطير والاحترام لمواقف اوروبا التي نعتبرها صديقا او شريكا حقيقيا للسلام في الشرق الاوسط فاننا طالبنا ونطالب هذه الدول بان تعترف بدولة فلسطين فهل تستجيب بروكسل لمطالب عباس بالاعتراف بالدولة الفلسطينية وما حدود وامكانيات الدعم الاوروبي للسلطة الفلسطينية البرلمان العراقي قر اجراء الانتخابات فيما يؤير المقبل بعد رفض المحكمة الاتحادية العليا تأجيلها هل يوفر هذا التوافق البرلماني مرحلة آمنة وعادلة لجميع الاطراف والكتل النيابية لخوض الحملة الانتخابية مجلس الشيوخ الامريكي يقر قانونا للتمويل المؤقت بهدف انهاء ازمة اغلاق المؤسسات الحكومية ما الاسباب التي دفعت الديمقراطيين للتراجع والسماح باقرار الميزانية المؤقتة اهلا بكم بعد اتهامه لواشنطن بالعمل على تغذية النزعة الانفصالية لدى الاكراد في سوريا ابدى وزير الخارجية الروسي سيرجي لفروف استغرابه من دعوة وزير الخارجية الفرنسي جاناف لدوريان لمجلس الامن الدولي بالانعقاد لمناقشة الاوضاع في سوريا سيما بعد التنديد الفرنسي بالعمليات العسكرية التركية في شمال سوريا الوزير الروسي اشار الى ان فرنسا تصيد في الماء العكر عبر اثارة ملفات ادلب والغوطة بالتزامن مع مناقشة العملية التركية الجارية في شمال سوريا السجال الفرنسي الروسي تزامن مع دخول العمليات العسكرية في عفرين مرحلة جديدة تمثلت بتوسيع الجاش التركي نطاق سيطرته في المناطق والقرى المحيطة بعفرين اين وصلت العملية العسكرية في عفرين في ظل بيانات لقوات سوريا الديمقراطية عن استعادتها لعدد من القرى في الشمال الغربي لعفرين وكيف ستواجه موسكو دخول فرنسا على خط الازمة السورية لا تزال محاور عديدة في الحدود الشمالية والغربية لمنطقة عفرين مع تركيا تشهد اشتباكات عنيفة بين قوات سوريا الديمقراطية من جانب والقوات التركية والفصائل السورية المعارضة المدعومة منها من جانب آخر وتشن القوات الكردية هجمات معاكسة منذ ليل الأحد للسعادة مواقع تقدمت إليها قوات العملية التي تسميها تركيا غصن الزيتون وكانت القوات الكردية قد تمكنت من السعادة السيطرة على قريتي شنكال وآدملي في شمال وغرب عفرين وتتركز الاشتباكات في مناطق شنكال وآدملي وشادية وسوركا وحمام وكردو ومحاور أخرى ممتدة على الحدود الغربية والشمالية لعفرين مع الشريط الحدودي وتجري عمليات القصف المدفعي التركي من المناطق الحدودية لولايات كليس جنوبي تركيا مع وصول تعزيزات جديدة للقوات التركية المضابطة على الحدود مع سوريا ومن مواقع للجيش التركي قريبة من هسا الواقعة على الجانب التركي من الحدود مع عفرين أطلقت مدافع الهاوتزر التركية نيرانها على أهداف للوحدات مع عودة الطائرات الحربية وقاذفات الصواريخ التركية لشن هجمات على المواقع الكردية فيما قالت فصائل الجيش السوري الحر إنها سيطرت على قرية كردية دون مقاومة وتعمل على تطهيرها من الألغام وقال الجيش التركي في بيان له إن العملية تجري في إطار حقوق تركيا النادع من القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن حول مكافحة الإرهاب وحق الدفاع عن النفس المشاري إليه في المادة الواحدة والخمسين من اتفاقية الأمم المتحدة مع احترام وحدة الأراضي السورية واتخاذ كافة التدابير للحيلولة دون إلحاق أضرار بالمدنيين وفقا للبيان ويدور جدل كبير إقليميا ودوليا حول العملية بين معيد ومعارض ومترقب لكن أنقلة تعتبر وحدات حماية الشعب منظمة إرهابية وأغضبتها مساندة واشنطن لهم التي عبرت أيضا عن قلقها من تطورات الوضع كما دعت موسكو إلى ضبط النفس لكن الرئيس التركي رجب طايب أردغان أكد أن ما تقوم به تركيا في منطقة عفرين يجري بالتنصيق مع كل من واشنطن وموسكو بل إنه طالب بدعم العملية نطلب من الدول التي أعلنت الاستنفارة على داعش أن تدعم العملية ضد حزب الاتحاد الديمقراطي ووحدات حماية الشعب الكردي الإرهابيين أما الدول التي تعمل عكس ذلك فستكتوي بنار الإرهاب عاجلا أم آجلا أما قوات سوريا الديمقراطية فقد اتهمت روسيا ضمنا بإعطاء الضوء الأخضر لتركيا للقيام بالعملية نحن في قوات سوريا الديمقراطية على قناعة كاملة بأنه ما كان للدولة التركية أن تتجرأ على قصف قرانا ومدننا وارتكاب المجازر بحق أطفالنا إلا لأن روسيا الاتحادية قد تنصرت من انتزاماتها الأخلافية ومنحت الضوء الأخضر لهؤلاء بتحليق طيرانهم في أجواء عفرين وكان الكريملين قد أكد أن المسؤولين الروس على اتصال بالقيادة التركية فيما يتعلق بالعملية العسكرية التي تنفذها وعبر وزير الخارجية الروسي سيرجيل أفروف عن قلقه من المبادرة الفرنسية لعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في سوريا ورأى أنها مبادرة متحيزة لأنها ستثير ضجة حول الوضع في الغوطة الشرقية وإدلب وتتجاهل وجود جماعات مسلحة قريبة من جفة النصرة حسب تعبيره بداية للوقوف على التطورات الميدانية على الأرض من ثم نناقش تطورات مجلس الأمن وردود الفعل الدولية أستضيفه في الستوديو الأستاذ شيمو ألان شيمو ممثل حزب الاتحاد الديمقراطي في بريطانيا أهلا وسهلا بحضرتك سايد شيمو البداية هي من رد الفعل الأولي اتهام روسيا بأنها المسؤولة عن إعطاء ضوء أخضر لتركيا من أين جاءت هذه الرؤية؟ لأن الأجواء العفرين كانت من مسؤوليات القوات السورية الجوية السورية الروسية بس روسيا قالت أنها قلقة من العملية بشكل عام وتحاول أن تنأ بنفسها عنها حتى أنها سحبت بعضا من قواتها المحيطة بالمنطقة نعم سحبت ذوالي ولكن لها عطت إشارة ضوء أخضر لأن لا يمكن للطيران التركي اشتياح المدنيين في عفرين بغير موفقة روسيا نعتقد أن روسيا تخاذلت واتفقت مع تركيا في هجوم على وهي شريكة في الهجوم على المدنيين في عفرين شريكة بشكل حرفي حضرتك تتحدث عن مشاهدات لروسيا تقوم بعمليات عسكرية لا شريكة لأنها وافقت على قصف المدنيين طيب تركيا قالت أنها اخترت الولايات المتحدة واشنطن قبل القيام بهذه العملية ما حدود معرفتكم بهذا الأمر أولا؟ لا أعتقد ذلك لأن أمريكا قبل يومين أو ثلاثة قبل أسبوع أيضا حذرت تركيا وكل الدول حذرت تركيا أيضا في الاتحاد الأوروبي مثل فرنسا والدول الأخرى أيضا حذرت تركيا من هذا الهجوم السافر على المدنيين في عفرين طيب أنا اليوم دخلت إلى مواقع الخارجية الأمريكية ووزارة الدفاع المسموح طبعا برؤيتها للصخفيين ووجدت أن البيانات الصادرة عن الخارجية الأمريكية خصوصا أمس وأول من أمس لهجتها شديدة البرودة تتحدث عن العملية التركية باعتبر أنه على تركيا أن تضبط نفسها أن تبقي العملية في نطاق محدود وهذا لا يعني أنها ترفض العملية أو ستتخذ خطوة بشأنها أعتقد أنها رفضت ولكن الحكومة التركية والجيش التركي لا تسمع إلى أي نداءات دولية أو نداءات عالمية بنسبة هذا الموضوع أعتقد أن تركيا تصر على أرزال الإصرار في اجتياح شمال السورية كما فعلت في الباب وجرابلوس ومناطق أخرى في احتلال شمال السوري وأعتقد أننا نداء في المجتمع الدولي والقوات المجتمعية نعتقد أن النداء الفرنسي والألماني ووزير الخارجي الألماني ووزير الدفاع الألماني أيضا ندد بهذه المجازر وندعو المجتمع الدولي والاجتماع في ناشنال سيكوريتي تركيا تلوم الولايات المتحدة لأنها بعثت برسائل متضاربة من وجهة نظرها أولا قالت أنها ستسلح قوات على الحدود قوامها الأصلي سيكون من المقاتلين الأكراد وبعدين عادت عن هذه التصريحات أو هكذا بدأ من وجهة نظر تركيا المسألة مختلفة عليها فبالتالي ألا تعتبرون أن الولايات المتحدة ربما خذلت القوات الكردية على الحدود لا أعتقد ذلك لأن هذه كلها إدعاة تركية وإدعاة غير واقعية وغير موجودة أصلا الرئيس وزراء التركي أو وزير خارجي التركي يقول أنا تلفنت ترامب وقال لي كذا وكذا وهذه منذ سبع سنوات يقول كذا ويقول كذا ولكن في الواقع لا يوجد أي شيء وفي اليوم الثاني يطلع وزير خارجي أو محدث بوزر وزارة الخارجي الأمريكي يقول لن نقول كذا ونن نقول هذا فأعتقد أنها كل دعايات وحرب نفسية ضد الشعوب السالمة في شمال السورية الذين يدافعون عن نفسهم الولايات المتحدة في أبريل نسان من العام الماضي نفذت ضربة آنية لما شكت أنه كان هناك استخدام للأسلحة الكيموية في منطقة ما في سوريا بعد تحقيق فرنسي تركي أخذ أقل من 72 ساعة لماذا لا يفعل هذا الآن ولماذا أنتم واثقون كل هذه الثقة من الولايات المتحدة التي تتدخل فورا إذا مشعرت أن هناك غور على مناطق عسكرية هلاف نفوذ؟ لا نعتمد على أي قوة عسكرية نعتمد على أنفسنا في البداية ولكن نعتقد أن المجلس الأمن والمجتمع الدولي سوف يوقف هذه الهجومات العسكرية لأنها خرق دولي لأراضي الشمال السورية وأعتقد أننا واثقين من دفاع عن نفسنا ولدينا إمكانيات أن نصد هذه الهجمات كما بيّنت منذ ثلاث أيام والجيش التركي يقصف من السماء ومن الأرض ولم يستطيعوا أي تقدم على الحدود الشمال السورية وعفرين وشعب عفرين هناك مقاومة شعبية نعتقد ونثق بقواتنا ولكن لدى المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي أيضا لديهم مسؤولية أخلاقية في الدفاع عن القوة التي هناك موقف دقيق هناك موقف دقيق له علاقة بالصاروخين الذين أطلقوا من عفرين والذي أعلنت وحدات حماية الشعب أنها أطلقتهما باتجاه البلدتين تركيتين على الحدود وهو الأمر الذي اشتكت منه تركيا أيضا هل هذه خطوة حكيمة في وقت تركيا لديها حلفاء في حلف شمال الأطلسي بالقانون ينبغي عليهم أن يقفوا إلى جوارها على رأسهم الولايات المتحدة طبعا هذه ليست قوة حكيمة ولا حركة عسكرية حكيمة أيضا فهي تدهور وتصعيد الأزمة السورية وهناك يمكن أن تكون تنتشر هذا الحرب إلى داخل تركيا أيضا وإلى المنطقة بشكل عام طبعا هذه خطوة خطيرة جدا واشتياح سافر لدولة أخرى كما قلت ما هو ممنوعا دوليا في قانون الدولة وهذه يكون لها أسباب وأزمات تعقدة جدا هذا عن المشهد الميداني لو سمحت حضرتك أن تبقى معي لأنه سينضم إلينا في هذا الحديث للحديث عن رد الفعل الدولي وما مجريات جلسة مجلس الأمن التي ننتظرها من موسكو السيدة ألينا سوبونينا مديرة مركز أسيا والشرق الأوسط في معهد الدراسات الاستراتيجية أهلا وسهلا بحضرتك ومن باريس الأستاذ ميشيل أبي نجم مدير مكتب صحيفة شرق الأوسط في العاصمة الفرنسية أهلا وسهلا بكم سيدة إلينا ما قولك في الاتهام المباشر من قبل الأكراد لروسيا أنها المسؤولة عن ضوء أخضر أعطي لتركيا بدأت على إثره العملية مساء الخير روسيا لا تعتبر نفسها مسؤولة على ما تفعله التركية في الشمال السورية وروسيا لم تعطي ضوء أخضر لهذه العملية نعم روسيا لم تعترض على هذه العملية وممكن أن نقول أنها إشارة ضوء كانت صفراء وليست حمراء ولكنها ليست خضراء أيضا بس الصفراء عادة تعني استعد واخد وضع الاستعداد بس لا تعبر وهذا مختلف عن ما يتهم به الأكراد روسيا سيدة إلينا هل تعتبرين أن هذه الخطوة أو الضوء الأصفر الذي تتحدثين عنه هو نكاية في الولايات المتحدة بعد أعلانها دعم هذه القوات على الحدود ولا المسألة أعمق من ذلك الضوء الأصفر نفسه نراه من أمريكا أيضا هل أمريكان أعترضوا على هذه العملية بشدة لا يبدو أن كل المجتمع الدولي رغم بعض الانتقادات والتحذيرات التي نسمعها ضمنيا وافق على هذه العملية من جديد هذا ليس الضوء الأخضر ممكن اعتبرناه أصفر ولكن في نفس الوقت هذا ليس منع في نفس الوقت أنا متأكدة بأن تركيا تفهم أن هناك خطوط حمراء لهذه العملية روسيا روسيا تريد من تركيا أن تنهي هذه العملية بأسرع وقت ممكن أيضا برأي على هذه العملية اللا تتوسع جغرافيا لأنه هذا أيضا ممكن أن يكون خطيرا أستاذ ميشيل أبناجم مساء الخير هل نقل القضية برماتها إلى مجلس الأمن من قبل فرنسا محاولة للدخول مرة أخرى على خط الأزمة إيجاد دور خصوصا مع ما يبدو أنه تفاوت إذا لم يكن تضاد في المواقف من جانب روسيا والولايات المتحدة إذا هذه العملية نعم بداية لا أعتقد أن هناك تضاربا في المواقف بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا بالنسبة للعملية العسكرية التركية لا أعتقد أن أنقرة نجحت في عملها الدفلوماسي لجهة تحييد الطرفين هنا أشير مثلا إلى التشريحات التي صدرت اليوم عن وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون في لندن لم يدعو إلى وقف العملية التركية لا بل دعا فقط إلى ضبط النفس وإلى اتعاد عن إصابة المدنيين ولبل أنه ذهب إلى القول أن لتركيا الحق المشروع في الدفاع عن حدودها وحماية مواطنها وهذا يعني أيضا أن الطرف الأمريكي أعطى الضوء الأخضر ليس الأصفر لبل أنه ضوء أخضر واضح بالنسبة لأنقرة هذه من ناحية أم ناحية الروسية أعتقد أيضا أن قول الوزير لفروف أن سبب التدخل العسكري التركي في أنقرة هو الخطرة الأمريكية في إنشاء حرس حدود من 30 ألف شخص وغير ذلك هذا أيضا يبين أن الطرف الروسي موافق تماما لبل هناك دليل آخر على أن الرئاسة السورية هددت باستهداف الطائرات التركية في حال حلقت في السماء السورية والحال أن هذه الطائرات تحلق منذ يومين وحتى الآن الأجزة الدفاعية الصاروخية السورية لا تتغير أبدا هذا من ناحية أنا أصفر فيما خاصة الموكب الفرنسي فيما خاصة الموكب الفرنسي علينا أن نشير إلى التالي هو أن الانزعاج الروسي من باريس يتناول رغبة فرنسا في طرح مجمل الملف السوري في مجلس الدولي وليس فقط ما يحصل في عفرين يعني الفرنسيون وهذا واضح من كلام الوزير الخارجي الفرنسي أمس وخلال اتصال هاتف مع نظيرها التركي أرادوا طرح المسألة الإنسانية من جهة وهذا واضح في كلام لفروف اليوم أن الغوطة ستطرح مجددا على بساطة البحث أن الوضع في إدلب أيضا سيتم تناوله وليس فقط الموضوع الموضوع فيه هذه من ناحية أو من ناحية الأخرى أعتقد أن غيظ موسكو سببه أيضا الاجتماعان الذين سيحصلان غدا في باريس اجتماع الأول حول استخدام السلاح الكيماوي في سوريا ونحن نعلم الدور الذي لعبته روسيا من خلال استخدام حق نقد الفيتو عدة مرات ووأد اللجنة المشتركة التي كانت مكونة من الأمم المتحدة ومن منظمة منع استخدام السلاح الكيماوي وهذه قد وقدت وتريد فرنسا إعادة النظر وإعادة طرح ذلك على الطاولة ثم هناك اجتماع آخر ضيق سيضم غدا وبرئاسة تيلرسون ونظيره الفرنسي جون إيف لودريون حول الوضع في سوريا سيضم بريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية بالطبع والمملكة السعودية والتركية والإمارات ربما وسيكون الغرض من هذا الاجتماع اقتراح بدائل لما تقترحه موسكو للخروج من الحرب في سوريا أكان ذلك في أستانا أو سوتشي وهذا يأتي قبل اجتماع جونيف الذي سيعقد في فيينا يوم 25 ألجاري ثم أيضا اجتماع سوتشي نهاية هذا الشهر إذن هذه أعتقد الأسباب التي تجعل موسكو مغتاظة من التحركات الديبلوماسية والسياسية الفرنسية قبل أن نذهب إلى موسكو لرد فعل من المراقبة السيدة إلينا سوبونينا أريد أن أعود إلى ضيفي في الستوديو أستاذ شامو هل تعتقد بالفعل أن الموقفين الأمريكي والروسي غير متضضان على الإطلاق وهو ما خلف كلام حضرتك في البداية طبعا لديهم مصالح مشتركة في هذا الوضع ولكن هذه المصالح يجب أن تكون ليست على مصالح الشعب الكردي وبالأخص شعوب شمال سوريا أعتقد أن الولايات المتحدة حاولت مع تركيا لكن تركيا لم تستمع ريكس تيلرسن قال أن تركيا لديها مخاوف متفاهمة من جانب واشنط طبعا هذه المخاوف كانت متفاهمة منذ زمن بعيد ولكن أحزرت وبشكل بما أن تركيا لا تسمع قرارات التحالف الدولي وقرارات أمريكا وقرارات حلف الناتو فهي تعمل بغض النظر عن أي رأي آخر وهي الدكتورية للنظام أردوغان الذي تعمل في الهجوم على أي بلد أو على زيان إذن أنتم ترون أنه صحي أن دول مثل فرنسا وحتى مصر دخلت على خط الأزمة نقلت القضية ودولتها في إطار القنوات الشرعية مجلس الأمن صحيح وهذا يمكن أن نشجعه ونشجع هذه القنوات طيب لديها موقف ثابت وأنه لا يلومون على الولايات المتحدة في هذه الخطوة حتى لو كانت لديها مصالح مشتركة مع روسيا والثانية هي أنه روسيا مغتاضة على حد تعبير الأسد ميشيل أبي ناجم لأنه هناك مسارات تجري بعيدا عنها وجهتين نظر هي أعتقد غير متضربتين لأنه نعم روسيا تنظر إلى ما يحدث الآن في شمال سوريا عبر منظار أحداث أخرى متعلقة بهذه البلاد أما شيء غريب أنه أكراد اليوم لا يلومون أمريكا هذا مدهش نعم بس روسيا ترى أن فرنسا تصطاد في الماء العاكر سيدة إلينا في الوقت ذاته جلسة مجلس الأمن معنية أصلا بالأساس قبل وضع عفرين بوضع الغوطة وكذلك بوضع إدلب والمنطقتين ملتعبتين تعرفين ذلك أكثر مني نعم هذا يعني أن حلف نعت ضمنيا وافق على هذه العملية في شمال سوريا من قبل أتراك فبهذا السبب هم أيضا يركزون على مناطق أخرى في سوريا الآن ولا ينتقدون كثيرا تركيا أكراد الآن يتكلمون حول روسيا ولكنهم كأنهم ينسون أن رئيس الأركانة التركي قبل بدأ هذه العملية منذ يومين قد ظار بروكسل في بلجيك حيث حضر اجتماع حلفناتو وهذا يعني بأنه حصل على الموافقة الضمنية على هذه العملية فالكل الآن يريد أن يحافظ على العلاقة مع التركية وهذا رغم كل الخلافات الموجودة نفس الشيء شأن روسيا وأمريكا شكرا جزيلا لضيوفي جميعا على وجهات النظر المتباينة هذه وعلى تبيان الموقف سواء عسكريا أو سياسيا من المجتمع الدولي شكرا جزيلا للسيدة إلينا سوبونينا من موسكو مديرة مركز آسيا والشرق الأوسط في معهى الدراسات الاستراتيجية وللأستاذ ميشيل أبي نجم مدير مكتب صحيفة الشرق الأوسط في باريس شكرا لحضرتك أستاذ وهنا في الستوديو للسيد ألان شيمو ممثل حزب الاتحاد الديمقراطي في بريطانيا شكرا جزيلا كرس نائب الرئيس الأمريكي مايكل بانس خلال كلمته في الكنيسة الإسرائيلي ثوابت الموقف الأمريكي من العلاقة الاستراتيجية مع إسرائيل معلنا أنه سيتم نقل السفارة الأمريكية إلى القدس قبل نهاية العام المقبل في مواجهة ذلك طلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس من الاتحاد الأوروبي الاعتراف رسميا بدولة فلسطينية خلال مؤتمر صحفي مشترك مع مسؤولة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي فردريكا مواجريني هل تستجيب بروكسل لمطالب عباس بالاعتراف بالدولة الفلسطينية وما هي حدود وإمكانيات الدعم الأوروبي للسلطة الفلسطينية فعلا السفارة الأمريكية ستفتتح في القدس قبل نهاية العام المقبل هذا ما أعلنه نائب الرئيس الأمريكي مايكل بينس في الكنيسة الإسرائيلي في كلمة تخللتها احتجاجات للنواب العرب رفعوا خلالها لافتات كتب عليها القدس عاصمة فلسطين ما أدى إلى طردهم من المبنى الإدارة الأمريكية ستبدأ في تنفيذ خططها لنقل السفارة إلى القدس وهذه السفارة ستفتح أبوابها قبل نهاية العام المقبل بينس أضاف في كلمته أن إدارة ترامب صححت خطأا تاريخيا ارتكبته إدارات أمريكية متعددة سابقة لكنه كرر التزام بلاده بإيجاد حل سلميا للصراع ودعم حل الدولتين في حال اتفق الإسرائيليون والفلسطينيون على ذلك إعلان كان قد ردده في القاهرة وعمان أمام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والملك الأردني عبدالله الثاني وقبل محادثاته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو إنني هنا أيضا وكل أمل بأننا في بداية فجر مرحلة جديدة مرحلة لتجديد المحادثات لإيجاد حل سلمي لصراع عمره عقود في هذه المنطقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو شكر بينس على جهوده في إخراج قرار القدس إلى الوجود أود أن أشكر الرئيس ترامب وأشكرك على البيان التاريخي الذي يعرف أنك أيات إعلانة وأتطلع لبحث كيفية تعزيز هذا التحالف الرائع وكيفية تعزيز الأمن والسلام في منطقتنا وأرحب بك أيها الصديق العزيز في القدس عاصمة إسرائيل في بروكسل اجتمع الرئيس الفلسطيني محمود عباس بأعدد من وزراء خارجية دول الاتحاد بهدف تقديم طلب الاعتراف دول الاتحاد بدولة فلسطين طالبنا ونطالب هذه الدول بأن تعترف بدولة فلسطين إن الاعتراف لن يكون عقب في طريق المفاوضات للوصول إلى سلام لكن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي أعلنوا التزامهم بدعم حل الدولتين وكان الرئيس الفلسطيني قد وصف صفقة العصر التي تحدث عنها الرئيس ترامب لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بصفعة العصر وقال إنه لن يقبل أبدا بدور أمريكي منفرد للتوصل إلى حل النهائي العالم هذا المساء متواصل مع حضراتكم فيه أيضا البرلمان العراقي يقر إجراء الانتخابات فيما يؤير المقبل بعد رفض المحكمة الاتحادية العليا تأجيلها مجلس الشيوخ الأمريكي يبدأ جلسة للتصويت على مشروع قانون لتمويل أعمال الحكومة في محاولة لإنهاء أزمة إغلاق الوكالات الفيدرالية المستمرة لليوم الثالث على التوالي وينجح في إقرار ميزانية مؤقتة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أعود لمناقشة تصريحات بانس في القدس وكذلك وجود الرئيس الفلسطيني محمود عباس في بروكسل من باريس ينضم إليه دكتور خطار أبو دياب وسادر علاقات الدولية في جامعة السوربون الجديدة وجامعة باريس دكتور خطار أهلا وسهلا بحضرتك نائب رئيس الأمريكي واضح أنه يكرس للرؤية الأمريكية يتحدث عن أنه فخور أو سعيد بوجوده فيما سماه عاصمة إسرائيل وهي القدس بينما الرئيس الفلسطيني يسعى إلى إقرار دولة فلسطينية من اتحاد الأوروبي ببساطة وبصراحة هل يستطيع أصلا الاتحاد الأوروبي أن يقوم بذلك في الأساس السيد بنس نعم تكلم عن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وهو من العناصر المتشددة من الإنجليين الجدد الذين عملوا مأجل ذلك لكن لفت النظر أنه كان تلقى تصفيقا كثيرا عندما تكلم عن أن موضوع السيادة على القدس والحدود لم يحسن بعد ومتروك للتفاوض هنا لم نلمح تصفيقا من قبل نتنياهو وفريقه ونوابه ولذا يبقى إذن فصحة في المسألة الأمريكية من ناحية ربما انتظار العرض الأمريكي لكن الرئيس محمود عباس المتسلح بقرار المجلس المركزي الفلسطيني والذي هدد بالقطيع في حال عدم الوصول إلى نتائج ملموسة يأتي ليحاول استناد البديل للأمريكيين وعلى الأقل الاعتراف حتى الآن الوعود غير ملموسة يعني هذا كلام عمومي كلام السيدة موغريني عن أن أوروبا نعم تعترف بالكدس الشرقية عاصمة للفلسطين لكن المسألة أن في الجانب الأوروبي خاصة عند الجانب الفرنسي إحساس إنه إذا اتخذ الاتحال إغلاق للمشهد وربما من الأفضل أن يكون هناك انتظار لمحاولة بلورة موقف دولي الخطر الأدهى في هذا الموضوع إن كمة التعاون الإسلامي أو جامعة الدول العربية لا تحاول لعب دور المنسك بين القوى الدولية لإيجاد البديل أو لطرح مسألة يمكن أن تكون بديلة عن طرح الأمريكي كل هذا يعطينا الانتباع بأن الجانب الأمريكي يتسلح بأن لا بديل عنه ولذا حركة الرئيس محمود عباس تعطلها هكذا تشدد أمريكي نعم ولكن دكتور خطار النهايات المفتوحة خطرة لأنها تفتح مجالا لخيال قد يكون جامحا هل فرنسا والاتحاد الأوروبي مستعدون للمغامرة بدور الوسيط بعد أن أصبح يقال بصراحة من الجانب الفلسطيني على لسان نبيل أبوردينا مثلا المتحدث باسم الرئيس عباس ليوم بعد تصريحات أنه لا يجب على الولايات المتحدة أن تصاعد أو تسهم في سوء الوضع أكثر مما هو عليه على الاتحاد الأوروبي دور ينبغي أن يكون أوضح من ذلك بالطبع على الاتحاد الأوروبي كما على روسيا وعلى الصين وعلى القوة المجموعة العشرين كما قوة منظمة التعاون كما قلت من دون مبادرة دبلوماسية مثلا يطرح موضوع المجموعة الاتصال بالنسبة لكثير من المسائل في الماضي كان هناك لجنة ربعية لم تؤدي دورها ومن هنا العودة إلى الأمم المتحدة من جديد ومحاولة بلورة رؤية يكون على أساسها حتى إعادة التفاوض لا نرى كل ذلك الجانب الفلسطيني يواصل جهوده يرسل الناس عودة ألمانيا إلى الساحة الأوروبية بعد تشكيل الحكومة ومع القرار الفرنسي يمكن أن يكون هناك تحريك للموقف الأوروبي وأيضا الرئيس ماكرون ينوي زيارة إسرائيل والأراضي الفلسطينية في شهر أما في شهر إبريل أو في شهر مايو القادم سيكون هناك تحرك أوروبي لكن ليس هناك وهم عند الأوروبيين بقدرتهم على إقناع الأمريكيين في محاولة الحلحلة لجهة إيجاد مقاربة معتدلة مقاربة غير من حازة تماما لإسرائيل ما حسابات ماكرون فيما يتعلق بهذا الصراع على القدس الآن في مقابل تدخل فرنسي واضح في قضية سوريا ونقلها إلى مجلس الأمن لماذا هذه أولوية أولى أقصد سوريا وعفرين وربما الغوطة وإدلب بينما الخلاف هذا أو الصراع هذا أولوية ترجع إلى إبريل القادم لا هو في موضوع الموضوع في هذا الموضوع بالذات فرنسا في الماضي أبعدت عن مؤتمر مدريد في العام 1990 لأن إسرائيل اعتبرتها سباقة في دعم الحق الفلسطيني وفرنسا تحاول دوما أن تبقى على نفس الموقف نفس التوابط تحريك الموضوع عندما يكون التحريك موضوع بالنسبة لمسألة إدلب وعفرين والغوطة الشرقية هي مسألة طلب وقف إطلاق النار وحتى في هذا الموضوع من دون حد أدنى من التفاهم الأمريكي الروسي رأينا كيف أن مجلس الأمن تعطل في الموضوع السوري تماما أنا معك تماما أن كل الدول لا تعالج المسائل إلا عندما تكون تحت الضغط أو عندما يكون المنف ساخنا وربما هناك الآن من يدعو الانتفاضة مسلحة في الضفة الغربية ربما يتوتر الوضع مع قطاع غزة عند ذلك ستندم المجموعة الدولية لعدم قيامها بالمبادرة المطلوبة في الوقت المناسب إذن إن كان الأمر بالنسبة لمكرون بالنسبة للبريطانيين والإلمان كما بالنسبة للروس والصينيين ترك هذا الأمر على غاربه ترك الحبل على غاربه وعدم القدرة على بلورة موقف موحد والقول للولايات المتحدة الأمريكية بوجوب العمل ضمن مجلس الأمن الدولي لإنقاذ الوضع هناك كل هذا نعم يبعث على القول أن الكثير يتكلم ضد الدور الأمريكي لكن البديل عن هذا الدور الأمريكي غير جاهز حتى الآن شكرا جزيلا للدكتور خطار أبو دياب أسادر علاقات الدولية في جامعة السوربون الجديدة شكرا جزيلا لحضرتك بعد سلسلة من الجوالات الماراثونية باء معظمها بالفشل صادق مجلس النواب العراقي على قانون الانتخابات وعلى إجرائها في موعدها في الثاني عشر من مايو أيار المقبل حضي القانون بإجماع النواب الذين طلبوا الحكومة كذلك بتوفير الأمن والاعتماد على التصويت الإلكتروني في جميع المناطق كانت خلافات بين الكتل النيابية أدت إلى تأجيل التصديق على القانون أكثر من مرة سؤال الليلة هل يؤمن هذا التوافق البرلماني مرحلة آمنة وعادلة لجميع الأطراف والكتل النيابية لخوض الحملة الانتخابية هذا السؤال أطرحه على ضيفية من عمان الدكتور يحيى الكوبيسي مستشار المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية أهلا وسهلا بحضرتك ومن بغداد رئيس المركز العراقي للتنمية الإعلامية دكتور عدنان السراج أهلا وسهلا بكما دكتور كوبيسي برأيك لماذا تمت المصادقة اليوم ولم تتمكن القوى الضاغطة من فرض كل شروطها حتى مع التصديق اليوم يعني بداية مساء الخير مشاهدي قناة بي بي سي عربي ولضيفك الأستاذ الدكتور عدنان السراج من بغداد يعني أعتقد أنه قرار المحكمة الاتحادية قد حسم الأمر نحن نعرف في النهاية المحكمة الاتحادية في العراق مجرد أداة سياسية بيد الفاعل السياسي الأقوى وبما أن الفاعل السياسي الأقوى في العراق وهنا أتحدث عن التحالف الوطني من جهة والسيد العبادي من جهة ثانية كان مع إجراء هذه الانتخابات فالمحكمة الاتحادية كأداة سياسية يعني لم نكن نتخيل أن تصدر قرارا مختلفا لهذا نحن نتحدث هنا عن يعني قرار من المحكمة الاتحادية ألزم الجميع وبالتالي لم يعد هناك منعص من القبول بموعد 12 مي من هذا العام موعدا لإجراء الانتخابات يعني بالتحديد بعد ما يقرب من 110 يوم ولكن يعني لحفظ ماء وجه الجهات التي كانت تدعو للتأجيل وضعت شروط عبثية الحقيقة هي خمسة شروط لن يتم تنفيذها ولن يتم الالتزام بها مطلقا يعني يعني عندما نتحدث عن شرط عودة النازحين يعني فشلت هذه القوى على مدى أكثر من ثلاث سنوات من إعادة النازحين إلى المناطق التي تمت استعادتها منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف وبالتالي يعني هذا الفشل يقرر أن هذه القوى ليس بإمكانها أن تفرض على الحكومة العراقية أو على الفاعلين السياسيين الأقوياء في العراق عودة النازحين وبالتالي هذا الشرط سيكون عبثيا عندما نتحدث عن يعني يجب أن يكون حفظ عملية الانتخابات منوطة بوزارة الدفاع ووزارة الداخلية وهو اعتراض ضمني على ميليشيا الحجد الشعبي هذا يعني أولا أنه ليس هناك اعتراض بهذه الميليشيات من جهة وهناك أيضا تشكيك بطبيعة هذه الميليشيات الطائفية إشكالية ثانية لن يتم الالتزام بها حضرتك ضميت أكثر من نقطة دكتور يحيا بس كايلة نقفز إلى الكثير من النقاط أنا أولا كنت أريد الوقوف عند لماذا تعثرت الجلسات السابقة وكان هناك ما يقال وهذا سؤال أطرحه على الدكتور عدنان السراج عن أنه ربما رئيس مجلس النواب كان إلى جانب التأجيل ولكن هو رمى الكرة في ملعب القضاء العراقي لأي مدى يمكن أن ننظر إلى ما حدث اليوم دكتور سراج باعتباره بداية للأزمة الحقيقية من تنفيذ بعض المقررات على الأرض كما ضرح الدكتور يحيا الكوبيس نعم شكرا على الاستضافة تحية لك ولضيفك العزيز ولوشاديك الكرام حقيقة الأمور المناورة السياسية التي استخدمتها بعض الأطراف أو الأقطاب بين قوسنا السنية لن تكون موفقة هم يعلمون جيدا بأن بسألة التأجيل يجب أن يتعرض إلى طبيعة من التغيير القانوني وهذا غير ممكن وبالتالي هناك ضغوطات داخلية هذه الضغوطات الداخلية تحتم أن تجرى الانتخابات حتى لا يكون هناك فراغ سياسي والتخوف من الفراغ السياسي يعني فلتان للعملية السياسية والديمقراطية أيضا الضغوط الإقليمية والدولية كان ضغوط تشير بوضوح على إمكانية أن يكون العراق مستقرا بإجراء الانتخابات فلذلك الذي قسم الضهر البعيد القشن التي قسم الضهر البعيد أن الوسط السني قد انشق انشقاقا واضحا في مساء تتعلق بقبول المواعيد الموقوطة يوم 12.05 وكان هذا الانشقاق واضحا في الأطراف السنية في جبهة الحل ومجموعة ديالة وياتنا وأطراف أخرى في الموصل أرادت أن تجري انتخابات في وقتها قبل أن تتخذ المحكمة الاتحادية قرار لذلك تخلق الوضع السني المعارض إلى عملية تأجيل انتخابات كان أحدى الضربات المهمة أيضا ضربة ثانية الكرد كان ربطهم بتأجيل انتخابات بقضية الموازنة بقضية التي تعلق بـ 17% وهذا طبعا كان في مجال للمفاوضات والحوارات حول هذه المسألة وفصل هذا الموضوع الموضوع التأجيل وبالتالي كان الموقف الكردي أيضا ضعيفا في مساء تعلق بالتأجيل إضافة لذلك المحكمة التحادية كان قرارها الفصل في مساء تتعلق بتثبيت هذا الموضوع والذي أصبح في الوقت الذي حضرتك تلقي فيه باللائمة على بين مزدوجين المكون السني هناك من يرى أنه قضية رمي تأجيل انتخابات في ملعب أنه ذلك سيكون فراغا دستوريا أو أنه سيدخل البلاد في أزمة دستورية هو مجرد حجة لكي يستفيد أحزاب معينة بينها حزب الدعوة مثلا بينها السيد المالك الذي وقف شرسا ضد قضية التأجيل لا تصور ذلك المسألة لا تتعلق بحزب الدعوة أو بأي كتلة شيعية المسألة فعلا تتعلق بوضع قانوني مسألة التأجيل يعني الفراغ القانوني الدستوري الذي ليس لديه نحل حتى على مستوى التدقيق القانوني للدستور لا يعطي أي مجال للتمديد بعد انتهاء أربع سنوات للدورة التشريعية التي تنتهي واحد سبعة والقانون يشير إلى أنه يجب قبل هذا الوعد بخمسة وربعين يوما أن تجري انتخابات ويتم الاستلام والتسليم على هذا الأساس فلذلك القضية قانونية بحتة لا علاقة لها بمساومات سياسية ولكن الطرف الآخر أراد جر الطرف الشيعي إلى سجالات سياسية ولكن لن يكون موفقا ولا طريقة إدارتي للعبة كانت ناجعة ما رأيك دكتور يحل كوبيسي لا يعني لا وجود لشيء اسمه إطار دستوري أو قانوني في العراق يعني لا أحد في العراق يحترم الدستور أو القانون كل شيء يجري في العراق في إطار صفقات سياسية يعني أذكر الزميل العزيز الدكتور بما جرى في عام 2010 على سبيل المثال في عام 2010 في شهر أبريل نيسان تم نهاية دورة مجلس النواب ولم يحدث أي اجتماع لمجلس النواب بين نيسان من عام 2010 إلى نوفمبر من عام 2010 على مدى أكثر من سبعة أشهر وكنا أمام فراغ دستوري حقيقي ولم تكن هناك مشكلة وبالتالي لا وجود لشيء اسمه مشكلة الفراغ الدستوري يعني الحقيقة يعني كان بإمكان الحكومة العراقية في حال نهاية دورة البرلمان في حالة التأجير على سبيل المثال أن تبقى حكومة تصريف أعمال إلى حين الانتخابات القادمة ولكن المشكلة لم يكن قانونيا أصلا نحن نتحدث هنا عن صراع بين طرفين طرف يعتقد أنه هذه اللحظة مناسبة لإجراء الانتخابات لأنه يريد أن يستثمر ما جرى على الأرض خلال السنائتين الأخيرتين من انتصارات عسكرية يستثمرها سياسيا وطرف آخر يعتقد أنه خسر جمهوره تماما وبالتالي هو بحاجة لعادة الصلة مع هذا الجمهور وبالتالي نحن نتحدثون عن سجال سياسي بحث وليس سجال ذو طبيعة دستورية أو قانونية لأن المحكمة الاتحادية العراقية لو أراد الفاعل السياسي الأقوى أن تصدر قرارا مغايرا بالتأجيل لا أصدرت مثل هذا القرار والمحكمة الاتحادية في العراقية كما يعرف الجميع محكمة مسيسة تصدر قرارات قرارات حسب الطلب وفي بعض الأحيان تناقض قراراتها السابقة بشكل غير مهني وغير أخلاق هذه مجرد قوية للغاية توري يحيى بس كمان حضرتك لما تتحدث الجميع يعرف هذه الحقيقة في العراق وإن كان يقر بها لما حضرتك تتحدث عن طرفين بينهما سجال سياسي يفوتك أو عن عمد حضرتك تستبعد الصبغة الطائفية المؤثرة سياسيا على هذين الفريقين لأنه معظم من طلب التأجيل كان الكتل والتوافقات السنية والكردية بينما من رفض ذلك في لب القضية كان معظمه من الأحزاب حزب الدعوة مثلا التحالفات المنضوية تحته وتحت يعني بين الرجلين في الواقع سيد نور المالك وسيد حيدر العباد لا هذا التصنيف غير دقيق سيدتي لأنه لو عدت إلى ما جرى في الجلسات خلال علاقة للأسبوع الأخير ستكتشفين أنه عدد كبير من النواب من الأحزاب الشيعية كانوا مع فكرة التأجيل لهذا ذهبوا إلى فكرة التصويت السري وما إلى ذلك يعني كثير من الأطراف الشيعية كانت مع فكرة التأجيل لكن لم تكن قادرة على التصريح بذلك لهذا لا نستطيع أن نتحدث عن بعض طائفي بحث في عملية التأجيل دكتور سراج ما رأيك واضح أن الدكتور يحي يختلف مع حضرتك في نقاط جوهرية أخرها وليس ربما أهمها هو قضية أنه ليس فقط الجانب السني هو الذي رغب بالتأجيل وليس هو الذي سعى إلى ما وصفته بلعبة غير محسومة أو محسوبة أعتدر بسيطة أن نناقشها بشكل واضح وبسهولة تنهر يعني اليوم عندما يريد أن يفسد عمل المفوضية العليا وعملية المحكمة الاتحادية والكتل السياسية وغيرها فما داعي أن نتكلم عن انتخابات إذن ما داعي وجود منظمة الأمم المتحدة ودول العالم وكل الناس هؤلاء كلهم نسفهم على أساس نحن نقول محكمة التحادية لا تعمل صحيح والكتل السياسية تتنافر على أساس آخر نحن نتكلم عن تجربة الديمقراطية وليدة نعم فيها أقطاع ولكن تجلياتها واجدة أقول من تجلياتها أن تقر كل الكتل السياسية بقرار المحكمة الاتحادية وهذا تطور مهم أقول بشيء ثاني تبادل السلطة السلمي ألم يتم في العراق لأول مرة في تاريخ العراق أن يتم تبادل السلطة السلمي بهذه الطريقة يستبدل رئيس الوزاء إذن أكون نجاحات وأكون أحباطات المحكمة الاتحادية دورها واضح واحترام المحكمة الاتحادية من قبل السنة والكرد والعرب اليوم بالإجماع دليل على احترام قرار المحكمة الاتحادية دون تردد وبالتالي تم التوقيع فإذا كان لا أريد أن أسفه كل شيء حتى أمرر ما أريد أن أستنتجه أقول لماذا تراجع هؤلاء الانشقاق السني كان واضح يعلم السيد يحيال الكويسي والظروف معاتية لإجرائها وأيضا جماهيرهم موجودة كما في الأنبار وفي ديال الأممارات بقت لديا دقيقة دكتور كوبايسي تعقيم لو سمحت يعني بالتأكيد أنا شخصيا كنت من الرافضين لمسألة التأجيل ليس فقط لأسباب طائفية وما إلى ذلك ولكن للحفاظ على يعني علقا للشكل الديمقراطي في العراق لأنه بما أننا أمام دستور فيجب احترام التوقيتات الدستورية ويجب احترام إرادة الجمهور في تغيير ممثليه كل أربع سنوات كما قرر الدستور العراقي ذلك لكن ألا أعتقد أنه كان هناك إجماع سني كما يتفضل الدكتور حول قضية التأجيل نعم كان هناك القسام سني ولكن أيضا كان هناك القسام كردي وانقسام شيعي مع التأجيل أو مع عدم التأجيل شكرا جزيلا لضيفية من عمان دكتور يحيى الكوبيسي مستشار المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية وممتنين كذلك لرئيس المركز العراقي للتنمية الإعلامية دكتور عدنان السراج من بغداد شكرا جزيلا لحضراتكم فشل مجلس الشيوخ الأمريكي ليلة الجمعة في الحصول على الأصوات اللازمة لتمرير مشروع ميزانية مؤقتة لتمويل الحكومة حتى فبراير شباط المقبل وذلك بعد تفعيل قانون آلية إلغاء الدولة الفيدرالية الأمريكية بسبب رفض أعضاء الحزب الديمقراطي تصويت على قانون الميزانية لعام 2018 في هذه الأثناء أجرى مجلس الشيوخ مدولات مطولة قبل الموافقة على إجراءات ميزانية تسمح بإعادة عمل الإدارة الحكومية بشكل مؤقت ما الأسباب التي دفعت الديمقراطيين للتراجع والسماح بإقرار الميزانية المؤقتة للمزيد عن ذلك ينضم إلي من واشنطن أولا مرسلنا هناك لقمان أحمد لقمان مساء الخير ما هي مجرعيات هذه الجلسة التي أقرت فيها الميزانية المؤقتة وما موقف الديمقراطيين من هذا القرار القضية الأساسية كان هناك تصلب بين مشرعي الحزبين الديمقراطي والجمهوري الديمقراطيون كانوا يطالبون بأن تضمن قضية الأطفال الذين أدخلوا إلى دوليات المتحدة الأمريكية دون إقرارهم كمهاجرين غير شرعيين ثم كبروا وصاروا جزء من المواطنين الأمريكيين أن يضمن تسوية أوضاعهم في هذه الميزانية ضمن إجراءات المصادقة على هذه الميزانية الجمهوريون رفضوا مناقشة هذا الأمر في إطار الموافقة على هذه الميزانية وأخيرا تم التوصل على أن يوافق الديمقراطيون على تمويل الحكومة الفيدرالية ثم بعد ذلك يتم مناقشة تأمر هؤلاء المهاجرين بصورة منفصلة ولكن ذلك تم على مدى زمن محدود حتى الثامن من فبراير المقبل وبالتالي وافق الديمقراطيون على تمويل الحكومة الفيدرالية وبالتالي أن تبدأ تسيير أعمالها اعتبارا من الآن بشرط أن تبدأ المفاوضات لتسوية أمر هؤلاء الأطفال المهاجرين وإذا لم يتم تسوية أمرهم بحلول الثامن من فبراير الماضي فسيكون للديمقراطيين أمر آخر كما قالوا بالتالي هي موافقة مشروطة وكذلك لمدى زمن محدود لماذا لم يتم التوافق على ذلك أو الحل الوسط أو إرجاء القضية الخلافية إلى ما بعد منذ بدأت المهلة ممنوحة أصلا للمجلس بمناقشة الميزانية لقمان أعتقد أنها لتسجيل المواقف أعتقد أنها للإصرار على الحصول على البرامج المحددة الديمقراطيون كانوا ينادون بهذا الأمر قبل يوم الجمعة الماضي وهو الموعد المحدد لبدء سريان الميزانية الجديدة الديمقراطي أو الجمهوريون كانوا يرفضون ذلك عندما أتت ليلة الجمعة منتصف ليلة الجمعة بقي كل حزب يتحلق حول موقفه وبالتالي دخلت الحكومة الفدرالية في هذا الإغلاق الجمعة أو السبت والأحد واليوم يوم الأثنين وعلى ما أعتقد أنه نظرا لأهمية هذا الأمر تم التوصل إلى هذا الاتفاق حتى الجمهوريون ما حصلوا عليه لم يكن أمرا دائما إنما هو أمر مؤقت حتى الثامن من فبراير المقبل وبالتالي هو ربما حل وسط ولكن كما يبدو لم يتمكن كل حزب من الحصول على ما يريد لم يتمكن الجمهوريون من الحصول على ميزانية كافية لمدة عام كامل وكذلك لم يتمكن الديمقراطيون من إدراج أمر هؤلاء المهاجرين غير الشرعين من الأطفال في أمر هذه الميزانية الجديدة وبالتالي مولت الحكومة الفدرالية لفترة مؤقتة على أمل أنه بحلول الثامن من فبراير الماضي سيتم احتواء هذه قضية قضية هؤلاء المهاجرين حتى ذلك الحين إذا لم تتم تسوية هذه القضية ربما قد نعود إلى هذه الأزمة مرة ثانية شكرا جزيلا لزميلي لقمان أحمد مراسل بي بي سي في واشنطن شكرا جزيلا لك لقمان منه أتحول عبر خدمة سكايب من واشنطن إلى دكتورة صحر خميس أستاذ الإعلام بجامعة ميريلند الأمريكية دكتورة صحر أهلا وسهلا بحضرتك هناك كذا نقطة أريد أن أغطيها لو سمحتي نقطة لها علاقة بالخلاف أصلا بين الجمهورين والديمقراطيين يبدو الأمر في الظاهر أن الديمقراطيين معنيين بقضية الأطفال الذين دخلوا الولايات المتحدة بدون أوراق بينما الجمهورين يريدون حماية الحدود بس الخلاف أعمق من ذلك أعتقد نعم أولا شكرا على الاستضافة هذا الإغلاق الحكومي طبعا هو ليس الأول في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية آخر إغلاق تم في عام 2013 في عهد الرئيس أوباما وكلف الدولة أكثر من 20 مليار دولار وتأثر به أكثر من 850 ألف عامل فدرالي في الحكومة فهو أمر مكلف للغاية هذه المرة الأولى دكتورة التي يحدث فيها الإغلاق والحزب الجمهوري أو أحد الحزبين مسيطر على البيت الأبيض وعلى الكونجس تمام وله الأغلبية يعني له الأغلبية 51 طبعا وهنا نوضح نقطة هامة يعني هذا الإغلاق يأتي مع يتزمن مع مرور عام على تولي الرئيس ترامب الحكم بدلا من أن يكون هذا وقت احتفال ووقت بهجة وسرور وسعادة هو يلقي بظلال يعني قاتمة قاتمة اللون على السنة الأولى من رئاسة الرئيس ترامب ويكرس فكرة الانقسام والتشرزم والتوتر بين الجمهوريين والديمقراطيين كلاهما يكيل الاتهامات للآخر ويشير إليه بأصابع الاتهام بصفة عامة وفيما يتعلق بأمر هذا الإغلاق الحكومي بصفة خاصة على سبيل المثال الجمهوريين يريدون أن يظهروا الحزب الديمقراطي بأنه لا يبالي بقضية السيكوريتي أو الأمن القومي لا يبالي الحدود لا يبالي بالمواطن الأمريكي وإنما هو يهتم بغير الأمريكيين وبينما في المقابل الحزب الديمقراطي يقول أن الجمهوريين لا يهتموا بقضايا حقوق الإنسان والمساواة والعدالة وأنهم بالتالي يعرضون الكثير من الأطفال الذين جاءوا إلى هذا البلد وهم أبرياء لم يقترفوا أي زنب ولا أي جريمة هناك أكثر من 750 ألف طفل منهم الآن أصبحوا شبابا معرضين إلى الترحيل في مارس في بداية مارس إذا لم يتم تسوية هذا الأمر وهذا النزاع فيما يتعلق بقضايا ما يسمى بداكا أو الدريمرز أكت اللي هي القضية الخاصة به هؤلاء المهاجرين الأطفال وتسوية وضعهم بشكل قانوني فكلا الطرفين يقيم إحماد للآخر نعم حضرتك أشارتي إلى آخر مرة كان فيها إغلاق للحكومة الفيدرالية أو خدمات الحكومة الفيدرالية في 2013 أنا ذاك كان هناك غضب في 2013 عارم بسبب وضع بعض الخدمات على لائحة الإيقاف من بينها المتنزهات العامة مثلا والحدائق بينما بعض المؤسسات الفيدرالية التي تخدم المواطن لم يتم تعليقها هذه المرة خدمات الأمن القومي البريد الحركات الجوية الصحة بالتالي من المضار من فكرة إغلاق الحكومة بالأساس من هم الموظفون المضارون أنا أعتقد أنه في هذه المرة تحديدا ربما كان ضرر على الإقصاد الأمريكي أقل فعلا من المرة السابقة في 2013 لبعض الأسباب الحكي تفضلتي بذكرها بعض الهيئات الحكومية الفيدرالية استمر هو لأن نعلم أنه لن يستمر لأن وصلوا إلى نوع من أنواع التسوية وإن كانت غير مؤقتية بشكل مؤقت وغير مرضي أيضا دعيني أوضح هذه النقطة يعني نانسي بلوسي غير راضية وغيرها من الديمقراطيين يقولون لم نحصل على ما نريد لأن الجمهوريين لم يعدوا بأي شيء أكثر من مجرد الوعد بأنهم يحاولوا فتح الملف والتفاوض حوله لم يقدموا أي ضمانات لم يقدموا أي تنازلات لم يقدموا أي شيء واقعي على أرض الواقع حتى أن البعض يتساءل إذا كان الأمر سينتهي بهذه السرعة وبتصويت هو 81 صوت نعم و18 صوت لا فماذا كانت الفكرة أي أصلا من فكرة الإغلاق الحكومي في المقام الأول هو بدأ من منتصف ليلة الجمعة وانتهى اليوم في الظهيرة يوم الاثنين فما هي الفكرة أصلا في الإغلاق الحكومي إذا كان سينتهي بهذه السرعة وبهذه الأصوات الكبيرة التي قالت نعم أعتقد أننا اتفاقا مع ما ذكره الزميل لقمان هي عملية كل طرف يريد أن يقول من هو المسؤول يريد أن يشير إلى من هو المسؤول بمعنى تسجيل المواقف يعني الديمقراطيين الآن سيقولون إذا فشلت هذه السياسات وفشلت تسوية وضع هؤلاء الأطفال وتغيير سياسات الهجرة بالصورة المطلوبة فنحن الآن نعلم من هو المسؤول عن ذلك يقينا هو الحزب الجمهوري نعم وفي المقابل إذا كان استمر هذا الإغلاق وتضررت منه مفاصل الدولة بصورة أكبر بالتالي يشير الجمهوريين إلى الديمقراطيين ويقولوا نحن نعلم الآن من الذي يؤذي المواطن الأمريكي والاقتصاد الأمريكي إنهم الديمقراطيين فهي عملية شد الحبل صحيح بس هي بالأساس دكتورة صحر قضية قد تبدو قضية انتخابية أو قضية قيم ومبادئ كل حزب وهذا صراع أزلي في الملفات والأولويات بينهم كيف يؤثر هذا الخلاف إذا ما استمر على انتخابات نصفية الكونغرس على حضوظ الرئيس دونالد ترومب القادم تمام طبعا هذه نقطة في المنطقة الأهمية نحن الألف مرحلة حارجة جدا وحساسة التي تجد هذه الانتخابات النصفية وبالتالي البعض حتى قال أن بعض الديمقراطيين اللي سجلوا هذا الموقف سجلوا بهدف أن يحصلوا على أصوات ناخبين ويسجلوا موقف انتخابي وعدد موقفهم في الانتخاب وأن يحصلوا على الفوز في الانتخابات النصفية القادمة نحن نعلم جميعا وهذا ليس سرا أن السياسة هي لعبة المصالح يعني تشيرشل قال لا يوجد أعداء دائمين ولا أصدقاء دائمين ولكن توجد مصالح دائمة فعندما نقترب من الانتخابات النصفية لا شك أن كل طرف وكل مرشح يريد أن يسجل مواقف تؤدي إلى كسب أصوات الناخبين وعلى فكرة بعض جمهوريين أشاروا بأصابع الاتهام إلى الديمقراطيين في هذا الشأن وقالوا أنهم يريدون أن يدغضغوا مشاعر الناخب الأمريكي الليبرالي اليساري الذي سيعطي الأصوات للحزب الديمقراطي فهم يريدون أن يسجلوا موقف ويسجلوا نوع من أنواع الفوز لديهم في الانتخابات النصفية فطبعا هذا أمر واضح وجلي سؤال أخير له علاقة بالمضارين من الموظفين ويعني الإغلاق ربما للسادة المقيمين خارج الولايات المتحدة أنهم لن يذهبوا إلى عمالهم ولن تدفع رواتبهم حتى يتم تعليق ذلك ما الشريحة المجتمعية التي نتحدث عنها دكتورة صحر عشرات الألاف مئات الألاف ملايين تتراوح حوالي تقريبا مئات الألاف من الموظفين يعني في عام 2013 كنا نتكلم على 850 ألف موظف في حاجة في النظام الأمريكي في الاقتصاد الأمريكي اسمها الفورلو الفورلو هي أن لا يذهب الموظف الفيدرالي الحكومي أنا أعتبر موظفة حكومية لأنني أعمل في جامعة ميرلند وهي تابعة لولاية ميرلند وبالتالي قد أتضرر من هذا اليوم أو من ثلاثة أيام التي توقفت فيها الحكومة عن العمل فما يحدث هنا الفورلو هو أن لا تذهب إلى العمل ولكنك أيضا لا يطفع لك راتبك لا تحصل على راتب عن هذا اليوم وإن كان هناك الكثير من الخبراء الاقتصاد يقولون أن أحيانا تعود الحكومة مرة أخرى لدفع هذه الرواتب بأثر رجعي يعني حتى لو لم يدفع هذا الرواتب إلى الموظفين الحكوميين وغيرهم في هذا الوقت تحديدا أو أسنة الإغلاق الحكومي لكن تعود الحكومة مرة أخرى بأثر رجعي إلى دفع هذه الرواتب وطبعا هذا ما نتمنى تحديدا ولكنها أيضا تدور يسمى البنفتس اللي هي المزايا المزايا زي المعاشات زي مثلا القروض زي المعونات زي التأميد الصحي حتى هذه المزايا تتعرض أيضا للتأثير السلبي تتأثر سلبا بالإغلاق الحكومي حتى لو حضرتك ليهي مثلا باسبور جواز سفر في بعض الخدمات البريدية لا تصل خدمات البريدية لا تصل لكن ممكن بسواضح أن المزايا لدي أنا اليوم دكتورة لأنه لدي محلل سياسي وطرف وشاهد عيان في انترويو واحد يعني دكتورة صحر خميس أستاذ الإعلام بجامعة مارليند الأمريكية نتمنى لحضرتك السلامة وأن ينحل هذا الموقف شكرا جزيلا لحضرتك على هذا الحوار الثري وشكرا لحضراتكم على طيب المتابعة لحلقة اليوم من العالمي هذا المساء غدا في السادسة بتوقيت جرانتش انتظروني في حلقة جديدة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر